اتفاقية عندها نقاط عندها حتى علاقة بالمدرسة مش فيها تراجع برك وعدم التطبيق بل الذهاب الى نقيض هذه النقاط مثلا احنا في اتفاقية 2019 الحكومة التزمت بالترفيع في ميزانيات المعاهد بنسبة 20% واحنا اه كيف قلنا هذا قلنا هذا من اجل انه تتوفر لداء المعاهد والمؤسسات يعني الحد الادنى من امكانيات العمل اليوم يعني يتم الانقلاب على هذا هذه النقطة بل الحكومة الان قاعدة تعمل في اجراءات من اجل التخفيض من ميزانيات المعاهد بنسبة 20% يعني معا هذي مقوم الله What are they saying and how to keep saying that? يعني مع معا مالا عالي على فكرة راهوا اه جزء كبير من امتحانة التلامدا قاعدة تتطبع لعادي وايضا فيها التلامدا اليوم لا حتى حتى حد ما يتكلم عليها جزء كبير من امتحانات التلامدا قاعدة اما تتطبع على كهل الاولياء وعلى كهل او gegeben do Hungry 김 Westjuk 그리고 Ward Trishan Presta واما قاعدة تتطبع أيضا على كهل المدارسين والمديرين انحلوا في مشاكلهم في ظل هذا الوضع الصعيب هذا я بالعلاقات وبالعلاقات مع الاوليائي لغير ذلك. والمدرسة والحكومة يعني لا تنظر. شو محليك? شو محليك? انتم تحملوا في المسولية على كهلكم تطبعوا. عنا تشري في رامة بابي مش تطبع الامتحانات لأولادكم. وشو محليهم الاولياء زادة يشري في رامة بابي. وفي الاخر انتم كاسد كموربين ومجهودكم كبير نحييكم عليه. تعاقبوا الاولياء والعائلة التونسية. تعارك سعد و سعد الله انهزوا سعدية للحبس? لا هو هاول لا تبشي. سعدية لحد شي سعدية على روسنا يعني. سعدية في جروسنا احنا ديما واحنا في الاخر احنا اولياء ايضا. ولكن احنا القرار متحش بالعداد يجب توضيحه. وضحوا لي كيفام شي سيء. احنا يا سيدي اه تلمداتنا قاعدين يعديو. اه? يعني لم نتخذ قرار عدم انجاز الامتحانات. اه لم نتخذ قرار بالاضرابات وتلمداتنا يقرأوا منذ بداية السنة دراسية اللي عمل الاضراب السنة واللي حرز على الاضراب واللي كان سبب في اضراب يعني الداب اربعين دام اكثر من ستين يوم. وحتى حد متكلم عليه بشكل يعني ما يستحق. هي الحكومة وقت اللي منعت خمس مئة الف دلمير من الدراسة لمدة شهرين وهي جريمة دولة حقيقية. هي اللي منعت. هي اللي منعت. هي اللي منعت لانه. الأساد ذا النواب ممشاوش يقريو لأن السياغ اللي تعتطلهم بشي تقرأ بشي يخدموا لها عمرها ما كانت سياغ متاع تحترم حتى آدميتهم يعني والاتفاقية والاتفاقيات كانت تنص على أن الحكومة ملتزمة بانتدابهم بسياغ معينة التفاف الحكومة على هذا الاتفاق تحت التعالة المالية العمومية وتحت ضغوطات صندوق النقد الدولي هو اللي يخلى هدوما ممشوش يخدموا ومثالما حتى حد ينجم يقبل وينجم بأي واعز كان أنه يمشي يقبل ويقبل بشي يخدم يخلص تحت الحيط ويخلص 300.400 دينار ويخذهم بعد عام إلى غير ذلك ودون ما تغطية اجتماعية دون ما تكون حقوق واضحة وأفق ومستقبل امتع واضح وبالتالي الحكومة التي تشغل أبنائها بهذه الطريقة حتى في القطاع الخاص ما عادش يعملوا فيها نحن نحكيوا على العبودية والقطاع الخاص ورأس المال المتوحش إلى غير ذلك هو عن الدولة المتوحشة التي تشغل أبنائها بسياغ أكثر سوء من الصياغ اللي قاعدة تتعمل في القطاع الخاص وبالتالي أنا أعتقد أنه كما قلت نرجع للحجب الأعداد خليني نوضحه يعني الامتحانات بش تسير الإصلاح متاع الامتحانات بش يسير يعني بعد العطلة مباشرة مش نبدأوا إصلاح الامتحانات يخذوا أعدادهم مش يخذوا أوراق الامتحان متاعهم بش تيخذوا امتحاناتهم في كل مادة لأنه ما يخذوش المعدل متاحهم يا سيلاس عادرة لا تشوف شوف يعني كنتي مكش تسب العداد للإدارة ومش تصير العملية المعدل عملية حسابية المعدل هو عملية حسابية عندما يتحصل اللي التلميذ على كافة معدلاته في كافة المواد بعملية حسابية بسيطة لا تدوم ثواني يعرف المعدل متاع وبالتالي ما نجيوش الحاجة هي في متناول الناس نجموا يعملوها ونجيو نعتبروها هي كبيرة الكبائر ثنين تم قرار نقابي في بياناتنا وهو أنه المعاهد بحكم يعني حق المليب لاتصال المباشر بالمدرسين أي ولي لم يتحصل على أعداده من خلال أبناءه يتفضل المدرسة ويمشي المدرسين والمدرسين يعطيوا الأعداد وحتى كان لزم تقولون كيفاش تعمل المعداد هاو نحيوها لدارة عدش خلنا نحيوها لدارة هاو التولى السيدة مع المعلمين وانت مع سمحني مع اللي بارون ولي بارون وعمل حسابي يعمل معادل نحيو لدارة ونحيو وزارة التربية كم نحيوها؟ لأنه وزارة التربية إذا كانت تحب تكون وزارة وزارة التربية يزم تقعد على طولة المفوضات مع المدرسين قعدت معنا ولم نتوصل إليه اتفاق قعدت مع الوزارة قداش من وزير قلت لي خليفة عدة وقلت لي ثمانية وزراء قعدتوا معهم وحتى واحد ملقيتوا معها لحل يا لسعد احنا شوف اختلفنا مع الوزراء اختلفنا مع الوزراء الكل يعني اختلفنا مع كل الوزراء أنا خايف لاسعد يعقوب يسميوك انتي وزير فانتي تعارق روحك لاسعد يعقوب يقول لا ماني شي موافق يا لسعد يعقوب ثمانية وزراء يجب أن تكون هدايا متعلق بحقوق المدرسين وكنت في هذا الموقع سأقوم بما تقوله من أجل المدرسين ومن أجل مصلحة المدرسين ومن أجل قضايا التربية ومن أجل الحق الحقيقي في التعليم وحق المدرسين في أن يخدموا ويتحتمتعوا بحقوقهم ويخدموا في ظروف تسمحلهم بأداء واجبهم وتسمحلهم بأن المدرسة العمومية تخدم بما نرضاه لأبنائنا مستعد لكل شيء اشتركوا في القناة